زهير كريم الجبوري كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل يشرح لنا كيف يتحول الإبداع الروائي والفتن القصصي إلى قيمة حضرية تجسد الجوانب المضيئة للعربي والمسلمين وكيف تسهم في كسر السورة النمطية التي تطالهم زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم في بروكسل منذ 2002 وصلت إلى بروكسل بعد رحلة طويلة استغرقت حوالي أكثر من 16 عام انتقلت به إلى مدن كثيرة مدن عربية ومدن في أفريقيا في النهاية وصلت إلى هنا وبدأت حياتي بشكل أكثر استقرارا من أي وقت هل هذا الزخم الثقافي الذي حضرتك موجود عندك أسهم في إقامتك أو اختيارك لبروكسل مثلا؟ نعم في الحقيقة كان وصولي إلى بروكسل لم يكن مخطط له بشكل دقيق كأن أكون قد وضعت خطة ما في أنه يجب الذهاب إلى بروكسل هذا المكان المحدد كانت في فترة التسعينات تعرفون الوضع وضع ما بعد حرب الخليج الثانية الحصار الاقتصادي فكثير من العراقيين غادروا البلاد غادروا العراق لأسباب مختلفة منها أسباب سياسية ومنها أسباب اقتصادية ومنها أسباب أخرى ضمن موجة الهجرة الكبيرة هذه أنا أيضا غادرت العراق وانتقلت إلى أكثر من مدينة عربية عشت فيها وعملت أيضا كأذيب كيف هل هناك شيء يعني شدك إلى بروكسل التي تقيم بها منذ فترة طويلة يعني الآن؟ طبعا أنا شخصيا أحب بروكسل بشكل كبير جدا هل بروكسل ترهمك أنت ككاتب روائي وكقاص أيضا؟ لا شوفوا هذا القضية فيما يتعلق في الكتابة في أن الكتابة تحتاج إلى مكان تحتاج إلى جو له علاقة باستقرار سياسي استقرار أمني أيضا المكان الذي منحك فرصة أن نتعبر عن آرائك بشكل حر وبدون خوف أيضا هذا ملهم ولماذا ليس باريس مثلا؟ فقط لأنه صار القدر أنه أنا أعيش في بروكسل لو كنت في باريس يمكن يكون حصل معي نفس الشيء أحببت باريس أيضا وأيضا عشت بها لأنه أجواء باريس وأيضا هي قريبة جدا من أجواء بروكسل أي بمعنى أن باريس وبروكسل يتفقان على الشروط العامة لحياة كاتب أنه حتى يمارس فعل الكتابة بشكل حر وبشكل مريح زهير هل يمكن أن تتوصف لي بروكسل إبداعيا؟ شعرياً لأقول أو إبداعياً دعنا نقول بروكسل فقافياً بشكل عام حتى يكون الإجابة وبروكسل مدينة فعلاً نشطة وفعالة فقافياً بشكل عام المسرح، الشعر، الكتابة، الموسيقى، كل شيء كيف تلهمك بروكسل؟ بالحقيقة الإلهام يأتي من خلال الوسط ما دام أنه هناك وسط فقافي نشط وفعال فبالنتيجة الإلهام يكون هو تحصيل حاصل بمعنى أنه الكتابة أو أي اشتغال في الفن يحتاج إلى تحريض وجود وسط فقافي نشط وفعال هو هذا محرض كبير للكتابة لما تحكي على البيئة الثقافية والمحيط الثقافي أنت تحكي مثلاً على بيئة عراقية موجودة هنا في بروكسل في الحقيقة أنا تكلمت عن البيئة الثقافية بشكل عام لكن ضمن هذا النسيج الثقافي ضمن هذا النشاط والفعالية الثقافية هناك أيضاً نشاط عربي موجود وواضح كيف يسهم هذا النشاط العربي الآن في الإحداث ما يسمى بتلاحم بين ثقافتين أو ثلاث ثقافات ثقافة فرنكفونية وفلامينكية أو أيضاً عربية هو لأن الجالة العربية أو المشتغلين خلينا نخصص نقول المشتغلين في الثقافة العربية في الفن والأدب هم تقريباً منقسمين في منطقتين المنطقة الفلامانية التي شكل مركزها أنتواربين والمنطقة الفرنكفونية خلينا نقول التي هي في بروكسل أنا أعتقد أنه النشاط الثقافي العربي في الجانب الفلاماني أكثر قوة وأكثر فعالية هل تعتقد أن البلجيكيين مثلاً هنا المثقفين البلجيكيين يدركون أو يعرفون بعض الأشياء عن الثقافة العربية عبركم أنتم شخصياً؟ بالطبع بالطبع خلال السنوات الكثيرة اللي تم الماضية أنا لا أتكلم عن المؤسسات الثقافية العربية خلي أتكلم عن المؤسسات الثقافية البلجيكية المؤسسات الثقافية البلجيكية نشطة في هذا المجال استقطبت كثير من المثقفين استدعت لأكبر المؤسسات الثقافية ومثقفين عرب من داخل بلجيك ومن خارج بلجيك يعني أنا أعطيك مثلا قبل ثلاث سنوات كان هناك برنامج ومؤسسة بيثالس كاربيك على مدى ثمانية شهور وهي تستقبل كتاب عرب من كل الأقطار العربية وقامتهم سيات كثيرة البوزاغ البوزاغ هي مؤسسة بلجيكية كبيرة جدا بل هي قد تكون هي من أهم المؤسسات لا يمر شهر بدون ما تكون هناك فعالية عربية لكاتب عربي بروكسل هي عاصمة أوروبا أكيد هناك كثير من المناحي الديمقراطية والحرية هل تعتقد سيد زهير أن الإبداع في بروكسل يختلف عن حركية الإبداع في العراق وهذا أن حقيقة هذا السؤال قد يكون الإجابة سهلة وبسيطة وبديهية الإبداع يحتاج إلى حرية يحتاج إلى جو سياسي مستقر يحتاج إلى جو اجتماعي وثقافي أنا حقيقة مع الأسف أنه في بلدان وخاصة على مدها السنوات الطويلة هي بلدان غير مستقرة لا هي مستقرة سياسيا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا وبالتالي الإبداع مثل ما قلت أنت الإبداع يحتاج إلى كل هذه الشروط حتى ينتج مادة جيدة هل البيئة البلجيكية مثلا تسهم عندكم في إبداع المحظور أو إبداع كل ما هو محظور في منطقتنا الأشياء الأوسطية مثلا وفي الحقيقة في الكتابة ليس هناك شيء محظور أنا أعتقد أنه لا محظور في الكتابة الفرق أنه هنا أنت تمارس الكتابة بشكل سمو طبيعي يعني هناك أشياء ربما موضوعات لا يمكن تناولها مثلا في الدول العربي أتركني لكي أكمل هنا أنت تمارس الكتابة بشكل طبيعي لأن ليس هناك أي محظورات بالتالي الطبيعي هو أن تكتب بدون محظورات لكنه في بلدان بالطبع المحظورات كثيرة بل عليك أنه أنت في كل خطوة أن تقدم تفسيرا وكل كلمة تكتبها عليك أن تقدم أيضا نسمه تفسير هل يمكن تعطيني مثلا في أحد كتاباتك القصصية أو ما يتعلق منها بالرواية يعني استخدمت أشياء أو ربما محتويات كانت مستلهمة من البيئة البلجيكية مثلا؟ أنا طبعا كتابي الأخير الصادر عن دار المتوسط في ميلانو المجموعة القصصية ماكنة كبيرة تهتس المارة التي كانت في القائمة الطويلة في جائزة الملتقى السنة التي مضت كانت كل شخصياتها هي شخصيات بلجيكية المكان بلجيكي لا توجد أي علاقة بينها وبين بين الذاكرة التي هي الوطن الأم الشخصيات كلها بلجيكية والمكان بلجيكي والأجواء وكل شيء هل تعتقد أنك لما تكتب باللغة العربية في دول أوروبية يعني تصل أفكارك وتصل رؤاك الأذبية والإبداعية منها إلى القارئ؟ طبعا أنا كنت ضمن برنامج مؤسسة بن القنم الدولي قبل سنتين وأقمنا أمسيات في مدن كثيرة في بلجيك ترجمة النصوص إلى الهولندية والفرنسية وحتى الإنجليزية وبالتالي الآخر البلجيكي قرأ وأيضا يتعرف أيضا الأمسيات التي تقام الآن في بروكسيل في البوزاغ وفي باسابورتا هي أيضا هناك ترجمة للنصوص وبالتالي المتلقي الآخر المتلقي الآخر الذي هو الغير ناطق بالعربية هو يقرأ النصوص وأيضا حدثنا عن موضوع ربما يهم بلجيك كثيرا وهو موضوع التطرف هل أنتم مثلا بكتاباتكم يمكن أن تستلهموا بعض القضايا والملامح أو الرؤى الدينية وتحللونها وتضمنونها إبداعاتكم حيث تكون متوائمة مع الروح البلجيكية مثلا لا لا هو الأمور ليس على هذه الشاكلة هو أنت تكتب ومادام أنك تكتب فبالتالي أنت تكتب عن أشياء تحيط بك التطرف أو الأصوليات الدينية أو الأفكار المتطرفة هي أيضا من ضمن ما يحيط بك من الممكن أن يحدث أن تكتب في هذا المجال لكن أنا فقط أريد أن أؤكد أن أنا غير مطالب بالدفاع عن نفسي يعني كعربي وكمسلم هنا في هذا البلد لا أنا أقدم رؤيتي وفكاري وعلى الآخر أن يتلقاها وأيضا يناقشها لكنني غير مطالب بالدفاع عن نفسي هل يمكن للأستاذ زهير عبر إبداعاته وأدبه أن يشكل عفوا كيف الأستاذ زهير يسهم بأدبه وإبداعه في مبدأ التعايش ما بين الجاليات هنا في بلجيكا نعم أنا أعود لك كيف يبدع أو كيف يسهم زهير الكاتب والقاص العراقي المقيم هنا ببلجيكا ببروكسل خاصة أن يستخدم إبداعاته في إحياء مبدأ التعايش ما بين الجاليات في بروكسل خاصة أنا واحد من مجموعة كبيرة من الكتاب العرب الموجودين في بلجيكا في بروكسل بشكل خاص قبل سنتين كان هناك اسمه مشروع مشروع سردي اللي 17 كاتب عربي يقومين في بلجيكا كتاب كتب بالعربية نشر بالعربية وثم ترجم إلى الفرنسية ما هو الكتاب؟ الكتاب هذه ليست حقيبة هو كتاب سردي مجموعة نصوص سردية ل 17 كاتب عربي مقيمين في بلجيكا كتاب حقق رواد جيد للقارئ الآخر للقارئ اسمه البلجيكا والقارئ الفرنسي ومترجم؟ مترجم للفرنسية وسوف يترجم إلى الإنجليزية والهولنديا أيضا كتاب جيد يعني إبداعاتكم ربما تلقى رواجل حينما تترجم؟ طبعا هذا أكيد لأنه عندما تكتب بالعربية فالآخر لأنه لا يعرف العربية فبالتالي صعب أن يصل إليك لكن عندما تترجم فبالتأكيد النص والرؤية تكون لها حياة أخرى في لغة أخرى الترجمة هي أيضا كمعوة أساسي في مبدأ الإيصال الأفكار طبعا هناك بعض الكتاب العربي هنا موجودين يتكلمون للفرنسية وحتى الهولندية يعني اسموا الأفتمانية وبالتالي هذا أسهل لهم في التواصل هناك كتاب يكتبون ما زال يكتبون بالعربية أيضا يحتاجون طبعا إلى الترجمة حتى يصلون وما فكرت أنك تبدع بلغة ثانية غير العربية؟ يعني صعب أنا وصلت إلى بروكس المتأخرا كبيرا بعض الشيء فقضية أنه أنا أكتب بالفرنسية الآن مسألة صعبة جدا لكن الترجمة موجودة يعني أنا ممكن أكتب العربية والنصوص اسموا الترجمة مثل ما ترجمت لي كثير من النصوص الفرنسية والهولندية شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم